مرحباً، أنا نيكو سواريز، الدعم الفني لشركة رولاند بان والأوروبا، واليوم أقدم لكم جهاز VR for 800 UHD. هل تعلم أن الأجهزة التي تمثل الواقع الافتراضي بالنسبة لكاتالوج رولاند تعني أنها عبارة عن عدة أشياء في جهاز واحد؟ ما نجده عادة في التثبيت أو في حدث ما في أجهزة مختلفة هو اقتراحنا بتجميع عدة أجهزة في جهاز واحد. لذلك في هذه الحالة سيكون لدينا خلاط فيديو بدقة 4K، ولهذا السبب يسمى UHD. لدينا أيضاً جهاز مسج الصوت، ولدينا أيضاً بطاقة التقاط USB من النوع C، يمكنها أيضاً إخراج إشارة إلى جهاز كومبيوتر بدقة 4K. لذلك دعونا نبدأ الحديث عن خلاط الفيديو. يحتوي خلاط الفيديو على سبع مدخلات بدقة 4K، كل منها مزود بمقياس. في الواقع يحتوي على أرع مدخلات، والمدخل الرابع بدورة يحتوي على محدد بأربع موصلات. بعد ذلك سنكون قادرين على توصيل سبع مصادر بدقة 4K أو HD في وقت واحد، لأنه يحتوي على أدوات تحجيم في كل منها، مما سيسمح لي بدمج إشارات HD مع إشارات 4K في نفس الوقت، ومن تلك السبعة سأتمكن من استخدام أربعة في وقت واحد باستخدام وظيفة التحديد هذه هي الإدخال الرابع. وفي أربع مخارج يحتوي على مخرجين HDMI، والذي سنكون قادرين الآن على رؤية أنه يمكنهم العمل بشكل مستقل أو يمكنهم العمل معاً، ويحتوي على مخرج USB من النوع C بفضل بطاقة الالتقاط 4K التي ستسمح لنا بإرسال إشارة إلى الكمبيوتر. هذا خلاط فيديو فريد من نوعه لأننا باستخدام هذه الأزرار الموجودة هنا عادة في خلطات رولند الأخرى، سنتحكم في البرنامج والمضخم، وسنقوم إما بعمل تيبر أو سنقوم بعمل تلقائي، في هذه الحالة ما سنقوم به القيام به هو العمل من خلال المشاهد، هو خلاط ليس فيديو، ولكنه خلاط مشهد، دعنا نسميه. بعد ذلك سيسمح لنا بتكوين البركو 60 مشهداً مقسمة إلى ثمانية مجموعات، ولهذا السبب يوجد ثمانية أزرار، كل واحدة من هذه المجموعات الثمانية بها ثمانية ذكريات، وما سنفعله هو تكوين هذه المشاهد مسبقاً بحيث يمكننا أثناء الحدث ما عليك سوى تسمية هذه المشاهد التي سنعمل عليها. كل مشهد من هذه المشاهد اللي يمكنك الحصول عليها يمكن أن يكون له خلفية، واللي يمكن أن تكون صورة ملء الشاشة، وبعد ذلك هنكون قادرين على فتح اثنين من P&Ps، وتكون P&Ps هذه خالية من الحجم والموضع والحدود ولون الحدود، وسنقوم بذلك نكون قادرين على تكبيرها، وسنقوم بالاقتصاص، وسنكون قادرين على فعل كل ما نريده، فهي P&Ps مجانية تماماً، وفوق هذين P&Ps سأتمكن من فتح DSK كما ترون شعار رولاند هنا. بجانب DSK هناك وظيفة نسميها الشعار، والتي ستكون DSK إضافية ستكون متاحة لجميع المشاهد، والتي ستكون مثالية. لأنني إذا كنت أقوم بتقديم برنامج تلفزيوني أو أقول، أريد وضع شعار الجامعة التي أعمل بها في ذلك اليوم، أو شعار الشركة التي ستقيم من أجلها. هذا الحدث المؤسسي في ذلك اليوم، أريد أن يكون حاضراً في جميع المشاهد بدلاً من الاضطرار إلى الانتقال، مشهداً تلو الآخر لتحديث DSK الثاني، لديه وظيفة نسميها الشعار الذي يمكن أن يحتوي على هذا الشعار. على سبيل المثال، في حالتي سيكون شعار رولاند هنا، في جميع المشاهد سيكون هناك شعار رولاند هذا. ثم نتذكر أنه عندنا خلفية، واثنان من P&Ps وDSK بالإضافة إلى الذبابة أو DSK الدائم لجميع المشاهد. سأكون قادراً على التهيئة المسبقة لكل مشهد من هذه المشاهد كما أريد، وبعد ذلك سأتمكن ببساطة من الاتصال بها إما من شاشة اللمس أو من لوحة الأزرار هذه هنا. لذلك تتطلب هذه الآلة على عكس خلطات الفيديو الأخرى من رولاند أن نعمل كثيراً قبل الحدث لتكوين جميع مشاهدنا دون مشاكل كبيرة. كما أن لديها وضعين للعمل، أحد أوضاع العمل الذي قمت بتحميله الآن هو الوضع المزدوج، والذي به كل فتحة من فتحات HDMI. يمكن أن تعمل بدقة 4K أو يمكننا إجراء تحويل HD لأسفل. على سبيل المثال، الشاشات التي أمتلكها هنا اليوم هي HD وليست 4K، لذا فإن محولات ORK HD تلك تعمل الآن في وقت واحد. من الممكن أن يكون أحد مخرجات HDMI بدقة 4K ومخرج HDMI الآخر بدقة HD. كل من مقاييس الإخراج هذه مستقلة وكما أخبرتك، فإن الوضع الذي أعمل عليه الآن هو وضع مزدوج، أي أنه كما لو كان لدي جهازين في جهاز واحد. باستخدام الشاشة اللمس اليسرى أقوم بتوصيل HDMI واحد، وباليمين أتحكم في HDMI 2، وهو أيضا الذي قمت بتكوينه لمخرج USB من النوع C. هذا مثالي في مواقف الأحداث المختلطة، حيث عندي شاشة واحدة مخصصة لشاشة LED أو جهاز العرض اللي يعمل في الحدث في ذلك اليوم، وأحتاج إلى شاشة ثانية أو مخرج USB من النوع C لإعداد الحدث للبث. لذا في النهاية يبدو الأمر كأن عندي خلاطين بدقة 4K في جهاز واحد. لذلك تم قطع هذا الوضع المزدوج، الدعوة إلى المشاهد كما ترون. مزدوجية ونرزل ومرجد مزدوجية مزدوجعة لا تبعض المصر. Unutmayın, bu mikserde doğrudan girdiler, üzerinde değil, her zaman sahneler üzerinde çalışıyoruz. Bu, video mikseri ve %3.2 nesli olan USB-C tipi çıkışıyla ilgili her şey olacaktır. Kablosaniyede 10 gigabit sertifikalı olduğu sürece 4K yapmamıza olanak tanıyacak ve hublardan ve dönüştürücülerden her zaman kaçınmamız gerekecek. Bilgisayara USB-C tipi bağlantı ne kadar doğrudan olursa ve bu iletişim yoluyla ne kadar çok cihazı dahil edersek iletişim o kadar temiz, kalite ve görüntü aktarımı o kadar iyi olur. Ayrıca ses mikserimiz de var. Bu ses mikserinde 6 adede kadar mikrofon ve 3 analog stereo ses girişi bağlayabileceğiz ve normalde orta format veya küçük formatlı bir ses mikserinde bulacağımızı düşündüğümüz her şeye sahip olabileceğiz. Tüm kanallarda eşitleme, sıkıştırma, gürültü kapısı var ve bunu yapabileceğiz. Ayrıca ses girişlerini, tüm HDMI girişlerini de dikkate alıyoruz. Her bir HDMI'den 2 HDMI ses kanalını ayırıp bunları mikrofonlarla karıştırabileceğiz, onlarla çalışabileceğiz, ses karışımımızı oluşturabileceğiz ve bu ses karışımını sahip olduğu analog ses çıkışları aracılığıyla iyi bir şekilde çıkarabileceğiz. Ancak aynı zamanda ses çıkışlarını, 2 HDMI ve USB-C tipi çıkışını göz önünde bulunduruyoruz. Burada gerçekten hepsi bir arada ses ve videoya sahip olmanın entegrasyonunun ses ve video arasında ses ve video arasında olduğundan çok daha dinamik ve daha basit bir iş akışı söz konusu olduğunda bize birçok olasılık sunduğunu söyleyebiliriz. Makinelerimiz ayrı ayrı var. Ve öyle bu VR4 suhte, unutmayın sahnelere dayalı çalışan 4K makine. Sorularınız varsa yorumlara yazın. Genellikle her yorum yazdığınızda bir bildirim alıyorum ve onlara mümkün olduğunca çabuk cevap vermeye çalışıyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.